الدكتورة انهيار يقتضي انه 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 انا عايز وزير جديد يقوم بثورة في قطاع الصحة ولا لا لا ولا بسم الله الرحمن الرحيم خلينا حيى حضرتك وحيى كل ضيوفك المحترمين زملائي وكل المشاهدين الحياة الانهيار لا يعني ان انا احمل شخص بعينه سبب الانهيار التوارث السيء اه او الموروس السيء اللي هو سروات او تراكم سنوات عديدة مش هصلحوا في يوم بليل خلينا نبقى متفقين حضرتك ان احنا احد العناصر الاساسية في الانهيار القائم هي الحكومة نفسها وليس فرض في الحكومة يعني انا لما اتكلم في حكومة نجحة هتكلم وانا دلوقتي عيني على كل ال الوزراء المختصين او المعنيين اكتر مشكلة احنا بنعاني منها في مصر حاليا دلوقتي ايه هل اللجنة الاقتصادية الحكومة نفسها هل هو الشق الخدمي هل هي الحكومة الخدمية المعني في التموين وفي غلاء الاسعار ولا المنظومة الصحية اللي احنا شايفين كل مستشفياتها على مستوى الجمهورية ولا المنظومة التعليمية اللي احنا شايفينها ما عادش طالب بيروح المدرسة القصة لازم حضرتك تحدد زي هاني بيم قال وزي اخوات دكتور خالد ما قال ما احدد انا لما اغير انا لما جبت الحكومة جبتها ابو نهان عن ايه ما هي معايير الاختيار لما ادوار ديمنج علمنا ادارة قال بلان اكت دو فولو افاليويت قيم بقى شغلك انت عملت ايه وما عملتش ايه ما حطاكش انا في مهاب الريح سنة وقوم اغيرك لا يمكن الجهاز الاداري بتاعها يشتغل عوائل بير مش هندحك على نفسينا مش هنحط راسنا في الرمل ابدا وندحك العالم كله علينا مفيش بلد احداثة تغيير وزاري قد ما احداثيته مصر قد ايه مزانيتنا وموازناتنا بتستلهم من الوزراء ومن التغيير والوزراء احنا قد ايه كل وزير بيطلع بتستنزف بتستنزف طبع اه بس انت تستلهم زي التستنزف يعني انا بس يعني انا لما اخط حاجة اه تلتهم بقى يعني بيتم التهمها التعبير اللي حضرتك بتحبه هتطلعه لكن انا عايز بس انا مش عايز في النص كده اقول ايه الوزير لا حول له ولا قو لا مش عايز لو قلت كده لا 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 يبقى زيت زي عبين لا لا يا واقل بي بص انا انا حضارك الدنيا واضحة والمعالم واضحة كل الوزارات كتاب مفتوح قدام ولو حددنا الوزارات وقسنا في الوزارات مش حنلاقي وزارة موجودة دلوقتي انا مش عايز ابقى في دور المدافع انا عايز ابقى في دور الناقد الايجابي انا بنتقد عندك عمل انت مقصر فيه اقولك الحلية مش حاجز صدر مشاكل احنا مجلس نواب الصفة الرئيسية فيه التشريع نمر واحد نمر واحد التشريع نمر اتنين الرقابة فين الدور الرقابة اللي احنا عملناها لحد النهاردة لجنة لجنة تقصي حقائق واحدة في وزارة التموين على صوامع غلال انا من عندي فساد كل يوم منسايب جهاز الرقابة الادارية في كل مكان في الجمهورية ومعطتش المسؤولين عن الرقابة دورهم وقل بيه خلينا اقول احنا عندنا خلل في المنظومة من اساسه في برنامج الحكومة انا مزالت المقولة بتاعت الشهيرة لما وقفت واحنا بنناقش برنامج الحكومة وقلت الحكومة اعطت برنامج غير واضح المعالب لخطة لفترة زمنية لقالية للتنفيذ انت هتنفذ بمين ومين المسؤول ومين المراقب ومين اللي هيتابعني بقى هنا التقييم المعيار بتاعيه وكل الدنيا تعلمت وكل الوزارات ماشي بس ولدت الحكومة اه بموافقة مجلس النواب انت جاي يعني يعني انا قلت الحكومة لا لا ولدت بموافقة مجلس النواب اولا مجلس النواب وافق على الحكومة وده اللي حينطرح حضرتك في التغيير الوزاري اللي جاي وحتوافق مش حت ما انت عندك اللستوك بتاعك ما انا عندي مجموعة هتقوم هتديك الاغلبية انا قلت كلام واضح الحكومة ترفع شعار ودن من طين ودن من عجيب ما قوله مشهور ونخلينا في الصحة باشا ما انا حنقول لحضاك الصحة برضو لما نتكلمه في الصحة بص واقل بي انا اشتغلت من اول عملي ومن اول ادائي عشان كده انا مارست المهنة وشفتها بكل مراحل فلامس الاداة ولامس امتى يبقى فيه تغيير ايجابي عنده وامتى يبقى فيه تغيير سلبي لازم نعظم دور الوزر اللي ماشهم في الايجابيات اللي عملوها فيه ناس طورت في الانفراستراكشر او في البنية التحتية طورت لي في منشآت وفيه ناس طورت في عقول بشرية في تدريب وفيه ناس جمعت بين الاتنين وفيه ناس الضحية اللي موجودة دلوقتي احنا الحكوم او الوزارة بتاعة الصحة اللي موجودة دلوقتي اما كانش انا بقى هتكلم بقى عام وحخصص اما كانش تحط الكل وزير ملف انا اخترتك بمعايير اختيار سابتة ببرنامج انت مقدمهولي زي كل الدنيا زي كل البشر هو انا تغيير ترامب من من تاني ده كان تغيير سياسة ولا تغيير مفاهيم ولا هو عنده برنامج حينفزه لا هو جايب برنامج بينفزه انا لما اغير حضرتك وهو مصلص لبرنامجه وبينفزه بقول انا سادفع الفاتوعة وتعمل المسؤولين حضرتك او ما احنا بجيبه يعني انت عايز سولي الحكومة لما جابت وزير حكومة لما جابت وزير الصحة الحالي برنامجك فيه هو ما عرضش رؤية كيف ينفس البرنامج البنامج موجود ده ان اللي هيعرض البرنامج الحكومة الوزير المراشح الوزير المراشح الوزير المراشح اه انت اخترت وزير كان عميد كلية استاذ في تخصصه ناجح في تخصصه ممارس العمل في وزارة الصحة طب ما هو فشل بايه انهي معايير الفشل عندي ومعايير النجاح ايه معايير الفشل عندي اللي انت شايفه في المستشفيات وفي المنظومة الصحية في الدواء اه حق العلاة الوزير اللي عوّم الجنية عندنا الوزير اللي رفع حالة من الدواء اروح حاسب وزير البيئة ولا حاسب لا مش حاسب وزير الصحة اه حاسب الحكومة اللي بيصدر البخ البيه الذي يصدر القرارات هو رئيس الوزراء طيب قبل التعويم لم يكن الانهيار موجودا في المستشفيات ولا تفررؤية الحكومة موجودة وانعارف ان انا في يوم من الايام هنعاوم الجنيه ما عملتش حسابي ليه انا يا رئيس الحكومة انا يا وزير انا ما عطيتش توجيه ليه اصل فكرة ان كل وزير دلوقتي انت بتدي له طوق الانقاذ قول ان انت عاوم الجنيه والسبب لا ما هوش ده السبب طبعا بتاع التعليم هيطلع يقولك انا عاومت الجنيه الصحة وانا عاومت الجنيه هو وزير التعليم اللي خلانا دلوقتي ما عطناش قليل ان انا ووزير الصحة الانهيار في المستشفيات ده ما قبل التعويم والشغل اللي موجود